أهلاً وسهلاً بكم من جديد مشاهدي الأكارم أنتم معنا في برنامج الفريق الدولي جزء الأول خصصناه لكرة القدم الدولية والآن سنتحدث عن محترفين وما يفعلونه في الدورية الأوروبية والخالجية والبداية بالكابتان ورياض محرز الذي سجل هدفاً وقدم تمرير حاسمة في لقاء فريقي الأهلية السعودي أمام نادي أبهى رياض محرز سجل في الدقيقة الخامسة والثمانين وقدم تمرير حاسمة في الدقيقة السبعة والثمانين ليصبح أو يحتفظ بمنصبه كأفضل ممرر في الدوري السعودي ب13 تمرير حاسمة تلت تمريرات فقط تفصيله ليصبح أفضل ممرر في تاريخ الدوري السعودي في موسم واحد بالضبط أرقام رياض محرز خاصة في نصف ثاني من الموسم صراحة تبين أن رياض محرز عاد بقوة بعد تربو سمارس أنا نظن لما ماتش المنتخب لطاني قدر يركز أكثر مع نادي الأهل السعودي اللي يروا في مرتبة ثالثة لما نشغلت ونظن أيضا رياض محرز كان عنده تصريح مهم بعد نهاية اللقاء لما سألوا بصوحه فيه قالوا حتدت لك مشاكل مع المدرب أنك كنت جيت للتدريبات متأخر رياض محرز بخبرته وعرفي جاوب وقال بلي هذه الأمور تحدث في كل فرق وما نشفي مكان حتى نبرر أما من جانب الرياضي رياض محرز تكلم حتى على المستقبل تكلم على الموسم القادم وممكن تدعم الفريق بلاعبين آخرين تلميح للبقاء صراحة لما تسمع كلامه ولمح للبقاء قلب لي هذا أول موسم لي حتلين مرتبة ثالثة وممكن جدا الموسم القادم يكون أفضل عودة رياض محرز أنا نظن في صالح لعب خاصة انتقادات اللي كانت لاذعة في السعودية صراحة أن عدة بلطوات تكلمت عليه ولكن رغم ذلك الأرقام في صالح رياض محرز نعم جميع يتسأل في الجزائر حول عودة رياض محرز للمنتخب الوطني وأيضا عودة إسلام سليماني لعبان أكثر قدماً أكثر تأثيراً في المنتخب ما رأيك عمين هل سيعدان في تربو سجوان؟ أنا لا أمد لك رأيي أنا رأيي مدايبية يعودوا لعبين خبرة لعبين يراهم يبرزوا في محرز الدوري الإنجليز الدوري السعودي نعم إسلام سليماني تاني في الدوري البلجيكي رأيدي مقابلة جميلة من الإحصائيات تتكلم عنده في ستة مباراة عنده تلت أهداف وأربعة تمريرات حاسمة رياض محرز أتكلمت على الإحصائيات تاعه واليوم نظن أنها رأيي اللاعبين هذو راح يفيدوا المنتخب سيتوا في اللقاءين لهم جايين تاني كان ديماتش وين زمينة طورتها كأس العالم سيتوا في إفريقيا ولا لازم لك لعبين تحينكا لعبين تاع خبرة بو لاعبين تاع خبرة اللي راهم يلعبوا ورهم يقدموا مقابلة لا بس بهم بس ما باش تجيب انت لعب تاع خبرة وما يقدم لكش إضافة لمنتخب الوطني هذي ما كاش منها لعبين يرهم يبرزوا في النوادي ديالهم أنا نقول لك باللي راني مع العودة تاحهم نعم هل تعتقد بأن محرز سيبقى في السعودية موسم القادم؟ نعم محرز هو عنده عقد بتلت سنوات زائد موسم واحد أنا على ما أعتقد اليوم محرز ما عندوش وين يروح وما شح يعود البطولة الإنجليزية بس كين صحف تكلمت خالك بالك حيف يعاودي ولي ليستر أنا هذي ما بيش عليك بو ما عندوش معلومة صحيحة مئة بالمئة رأيي شخصي على ما أظن سيبقى في الدور السعودي لموسم آخر ولموسمين نعم أمين شوف كان فيه صحف سعودي بعد نهاية المباراة ترك هدف رياض محرز وتمريرته الحاسمة وأداءه الجميل وفوز الفريق بخماسية وسأله عن حقيقة معاقبته من طرف مدربه بسبب وصوله متأخرا إلى التدريبات لا تعتقد بأن الأخوة في السعودية سواء الأنصار أو المحللين أو الصحفيين ينظرون إلى الوجه المظلم للقمر أمين لا يشيدون كثيرا برياض محرز هل مثلا كانوا يتوقعون منه أن ينفجر أن يقدم أكثر لماذا لم يركزون على إيجابيات محرز ويسعون دائما للانتقاد هذه الصحافة محمد تريد دائما أن تخلق الجدل في الدور السعودي استبشر أنصار نادي الأهلية السعودي بعد التعاقد مع رياض محرز رغم أن نفس النادي تعاقد مع لاعبين آخرين مثل سان ماكسيمان فرمينيو إلا أن الصفقة الأبرز التي طغت على كل العنوين السعودية هي صفقة رياض محرز ربما لذلك يريدون أن يشاهدوا رياض محرز يقاتل أكثر على أرضية الميدان هو الأرقام معه والإحصائيات معه ولكن أسلوب رياض محرز هذا هو رياض محرز لاعب ليزي كما نقوله بالإنجليزية هذا هو أسلوب لاعب مقاتل يقاتل في أرضية الميدان تلقى في كل مكان يدافع يسترجع الكورات هذا هو أسلوب لاعب رياض محرز حتى لما كان في السيتي كان عقدك مع غوردي ولا كان عقدك وكان غوردي ولا كان لعبوا على جل هذا الأمر فتحب أنت في سعودية تفرض عليه يقاتل لك على كل الكورات ربما هذا ما أحدث شرخا بين رياض محرز والإعلام السعودي وخصوصا الإعلام الموالي لنادي الأهل نتمنى أن هذه كانت مجرد بداية فقط الموسم مقبل بحول الله تعالى نتمنى أن يكون موسم رياض محرز أحسن من كل الجوانب نعم وكأن أبراهيم في العشرينات من عمره في كل أسبوع يعطينا لمحة جميلة سواء يسجل سواء يمرر سواء يراوى كلها جميلة طبعا أمين لمسات ساحرة لهذا الغزالة الجزائرية الأصمر الذي عاد إلى المنتخب الوطني وكان عوده أحمد بما أنه تعلق أيضا في المنتخب وشاهدنا تلك الحرارة وتلك القرينطة التي يتميز بها يسين إبراهيمي الذي أمتعنا أيضا هذا الأسبوع وسجل واحدا من أجمل الأهداف في الدوري القطري مرشح أيضا لجائزة أفضل لاعب في الدوري القطري هذا الموسم أعطينا الصور تفضل أمار بضب مرشح جائزة أفضل لاعب برفقة أكرم عفيف وقيداس أنا نظن أن يسين إبراهيمي صراحة أن هذا الموسم أرقامه تتكلم عليه حتى أنا تكلمت هنا في الفريق الدولي نظن أن يسين إبراهيمي حتى مستواه أكيد ممكن البعض يتكلم عن الدوري القطري المستوى مختلف ولكن يسمحن يلعب في أي نادي صراحة لما نشاهده تأثيره في الفريق للأسف ممكن نهيك عن الصورة الجميلة التي شاهدناها صورة الإبن يسين إبراهيمي صناعة الحدث هذا الموسم أيضا بتشجيعه بقربه من الولد تاعه دموعه أمس كانت صناعة الحدث حتى أن البعض تكلموا على موقع التواصل الاجتماعي قالوا بالإقصاء كان مر ولكن دموع إبن إبراهيمي كانت صناعة الحدث يسين إبراهيمي أمس إقصاء وكيف للنصف النهائي ضد نادي قطر وأن كان هدفين مقابل هدفين سجل فرجان السياسي ثم سجل يسين إبراهيمي ولكن موسم أكثر من رائع ليسين إبراهيمي حتى عوته في المنتخب الوطني مستحقا إلى بعد الحدود نعم قلت لك أنا في حصة سابقة قلت لك أنا ضد إعادة استدعاء اللاعبين الكبار في السن في المنتخب الوطني الجزائري باستثناء اللاعبين الذين أدوا موسما استثنائيا وحققوا أرقاما استثنائية هنا أتحدث عن ياسين إبراهيمي مثلا الذي قدم موسما في أعلى مستوى سواء من الناحية التهديفية أو من ناحية صناعة الأهداف واحد من أحسن لعبين لا أتوقع أنه سيكون أحسن لعب سينال جائزة أحسن لعب لأنه أكرم عفيف قدم موسم تاريخي سجل 16 هدف وقدم 13 تمرير حاسمة أرقام كبيرة جدا ولكن يبقى واحد من أحسن مواسم ياسين إبراهيمي إن لم يكن أحسنها على الإطلاق من الناحية الإحصائية لذلك قبل موعد مباراة أوغندا الذي يقترب رويدا رويدا هذه أخبار مبشرة بالخير تأتينا من قطر نتمنى أن يواصل ياسين إبراهيمي في نفس الفورما وأن تبتعد عنه لعنة الإصابة لأننا نحتاجه في المرحلة المقبلة مع المنتخب الوطني الجزائري نعم عادل أعطينا صورة ابن ياسين إبراهيمي وهو يذرف الدموع بعد تضييع والده لركلة جزائها كذا هي كرة القدم أحيانا تسعدك وأحيانا تنزل دموعك بطبع محمد هذا ولد صغير لكن يتمنى الأب يسجل هدف من هذه هي كرة قدم منذ كيه كبير يعرف بليك ورد قدم فيه تضييع أهداف فيه تضييع ضربة للجزاء نعم نظن أنه بوم أبناء ياسين إبراهيمي منذ بداية الموسم يتابعونا والده في كل لقاء وحتى كان أمس صناع الحدث بالدموع لكن من قبل كان يصناع الحدث بالفرحة الهستيرية لما يسجل وليتها كل ما يسجل فرحة بالضافة نعم فرحة ترجمة نانسي قنقر